بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نتابع مع بعض درستنا في إنجيل القديس متة إحنا في الإسحاح 27 وعدد 39 وإحنا في أحداث الصلب وشفنا أن سيد المسيح حمل الصليب وراح لحد ربوة الجلجوثة اللي هي كانت في غرب أرشاليم من ناحية الشمالية من غرب أرشاليم يدوبك بعد الباب على طول بعد فترة في القرن الثاني كان الجزء بتاع الجلجوثة ده دخل جوه حدود أرشاليم وعملوا الصور بعديه لكن أيام سيد المسيح كان الجزء ده خارج البلد خارج الصور وشفنا النبوات اللي جات في مزمور 22 اللي هو بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني والنبوات اللي جات في سفر إشعية الإسحاح 53 قرناها من المرة اللي فاتت ومليانين نبوات بتفصيل عجيب جدا عن المسيح المسلوب نكمل بقى الأحداث من عدد 39 يقول وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزؤون مع الكتب والشيوخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه فلينقذه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله وبذلك أيضا كان اللصان الذاني صلب معه يعيراني نقفين واضح إنه كان فيه زحمة ناس كتير حوالين الصليب وناس معدية مكتازة لأن باب المدينة جنب الصليب فناس داخلة وناس خارجة والصليب على مرمى البصر كده فاللي مكتازين تقريبا بيرددوا نفس الكلام بتاع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والعجيب إنه مش مثلا يعني هم شايفين واحد غلط وتحكم عليه وتنفذت فيه عقوبة الإعدام لأ دول واقف رايحين يتفرجوا عليه ويتشفوا منه شفوا الشر والغل والحقد اللي كان جواهم ضد المسيح مش يعني سيبينه وخلاص خاصة إن منظر الصليب ما كانش ناس كتيرة بتقف قصاده يعني أي شخص بيبقى متعري الناس ما تقدرش تبص كتير على المنظر ده أو تبص خالص على حد كده في الوضع ده دول كانوا تلاتة يعني سيد المسيح روح حواليه للصين لأ ده رؤساء الكهنة رحوا وقفوا ويعيروا وبيحاولوا يغطوا على الخوف اللي فيهم يعني مش بس يعني إن هم يروحوا عند الصليب ده نابع من الحقد اللي جواهم والشر اللي جواهم والكرهية لأ دول بيحاولوا يغطوا على الخوف اللي جواهم عايزين يتأكدوا يتأكدوا أنه هيموت قدامهم مش عايزين يسيبوه غير لما يموت خايفين خايفين ممكن يقوم ممكن ينزل وتحسوا إن اللي بيتكلم مش بشر اللي بيتكلم ده الشيطان بيتكلم فيه لغة الاستفزاز دي ولغة التحدي إن كنت إبن الله سمعناها قبل كده سمعنا الشيطان قالها قبل كده مش كده في التجربة على الجبل إن كنت إبن الله حاول الحجار الخوز إن كنت إبن الله ارمي نفسك من على جناح اللي يقال إن كنت إبن الله الفكرة ده دي لغة الشيطان حاجة مؤسفة إنه الناس بتوع ربنا اللي هما المفروض يقولوا كلمة ربنا يبقوا بيدوا لسنهم للشيطان يستخدمه طب وإحنا وإحنا برضو أولاد ربنا لسننا ده لازم يكون في إيد ربنا ربنا هو اللي يستخدمه مش أخلي الشيطان هو اللي يستخدمه اللي بيكذب بيدي الشيطان فرصة يستخدم لسنه اللي بيهين حد أو بيقول كلمة غلط أو بيدين أو بيسخر من إنسان ده بيدي فرصة للشيطان يتكلم على لسنه اللي بيعودي يشوشر على الناس ويشيع الأكاذيب ده بيدي فرصة للشيطان يستخدم لسنه واضح أن دول بيقولوا كلام كله تجاديف نقدر نحط كده العنوان بتاع الكلام تجديف تجاديف على المسيح يعني إيه أولا بيهزوا رؤوسهم يهزوا رؤوسهم دي جات في المزمور اللي احنا رينام مرة اللي فاتت المزمور 22 يسخروا منه وبعدين بدأوا كمان يفكروا بشهادت الزورة اللي هما كانوا بيقولوها يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك دي ما تذكرتش في إنجيل متى لكن تذكرت في إنجيل يوحن وواضح أنه هما فكرينهالوا إنجيل يوحن اللي صاح التاني لما دخل طهر الهيكل وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا قالوا لهم إيه انقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه فقالوا له في ستة وأربعين سنة بني الهيكل وانت هتقيمه في ثلاثة أيام لكن هو كان بيقول عن هيكل إيه جسدوا لأنه خلاص بعدما المسيح تجسد وأخذ طبيعتنا البشرية وخد الإنسان فيه والتحد بالطبيعة البشرية بقى هو ده الهيكل هو ده الهيكل اللي الله بيسكن فيه الكلمة صار جسدا وسكن فينا الكلمة صار جسدا وسكن فينا فزي ما الشرائع اليهودية التطهيرات والزبائح وبطلت لما جه المسيح خلاص بطلت ما لهاش أي قيمة هكذا أيضا الهيكل ما بقاش له قيمة إن الهيكل بقى إيه الكنيسة مش المبناء الكنيسة جسد المسيح الكلمة صار جسدا وسكن إيه فينا وحتى لو هدته الهيكل ده بعد ثلاثة أيام حيقوم ويقوم بينا في طبيعة جديدة فقامنا معه في خليقة جديدة وطبيعة جديدة هما بيسخروا منه طبعا هما بيردش بيردش على حد اتكرارت كلمة ابن الله أكثر من مرة يعني مثلا إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وبعدين رؤساء الكهنة نفس الحكاية قد اتكل على الله فليونقزه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله مين اللي بيسمع الكلام ده الأول مرة ومستغرب والكلمة برضو جمدة يعني مش كلمة قليلة إنه ده قال على نفسه أنه هو ابن الله ابن الله حد جديد خالص ما يعرفش حاجة اللس ممكن الأكثر القائد المئة والجنود قائد المئة والجنود ودي اللي هنشوفها في عدد 54 لما مات المسيح على الصليب وحصلت زلزلة قائد المئة افتكر ده بيقولوا ابن الله فقال كده لما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله الكلمة اللي بيسمعوها كل شوية الناس أصلا بتتريأ أو بتسخر منه لكن هو كلمة كلمة أصلا مش بسيطة ومين ده ابن الله ده ده حاجة ما سمعوش عنها قبل كده لكن لقب مهم جدا قائد المئة انتبه ده حد مهم والناس دي كلها وقفة صحيح فيه ناس بتحبوا من أتباعه موجودين وفيه ناس أشرار من الشمتانين فيه موجودين برضو زحمة وهيسة حوالين الجلجوسة وزي ما احنا فاكرين الجو كان لسه في بداية الربيع وبرد برد معروف قرشاليم فوق البحر فوق مستوى البحر حوالي 800 وشوية 860 متر يمكن فوق سطح البحر فدرجة الحرارة تبقى أوليلة وكان موجود برد درجة انه بوتروس كان بي ايه بيتدفى مش كده بوتروس كان بيتدفى الليلة اللي قبلها وهو المسيح اتصلى بالصبح اتفقنا اتصلى بقبل الساعة 6 ما تيجي يعني في الساعة الثالثة لسه يعني ما بين 9 و12 فالجو لسه بارد الجو بارد وزحمة وبعدين هم عملين ايه يستهزقوا به وتحسوا زي التحدي من عدو الخير تحدي خلص اخرين فليخلص نفسه اما نفسه فما يقدر ان يخلصه طبعا ده نوع من الطعم في كل معجزات المسيح يعني يبقى كل المعجزات اللي عملها دي كانت ايه كأنها كذب لانه هو لما دخل في يعني في الصليب معرفش يقوم نفسه معرفش ايش فيه نفسه ها سيما بتوع الناصرة قالوله ايها الطبيب ايه ايش فيه نفسك يعني لو انت طبيب بجد يعني ايش فيه نفسك لكن السيد المسيح كل ده ما هزوش ولا اهتم بي لانه كان مصمم يتمم خلصنا ويتمم رسالة المحبة للنهاية وما قبلش ابدا انه يهرب من الالم ولا يهرب من الصليب ولا يهرب من الاهانة ابدا واجه الموت لان دي المعركة الرئيسية اللي جاي من اجلها معركة الرئيسية انه داخل يدوس الموت عشان يهبنا حياة فلازم يدخل للموت فيموت ويدوس الموت ويستخلص كل الناس اللي كان ابتلعهم الموت في جوفه والهاوية يطلعهم من جوفه ويقومهم هو داخل لاجل هذه الساعة اتيت داخل بقيراته قال كده لاجل هذه الساعة وتمم رسالة المحبة للنهاية والحقيقة ان الصليب طبعا فيه مهانة كبيرة لكن حمل الصليب للنهاية هو ده الطريق الى المجد هو ده الطريق الى المجد الحقيقي هو ده الطريق الى الانتصار ده زم الانسان يحمل الصليب ويكمل الطريق للنهاية الالام زي البزرع كده البزرع اللي بتتزرع في الارض وتموت فتجيب ايه ثمار كثيرة وتبقى ممجدة فده اللي عمله الايه ده اللي عمله السيد المسيح بعدين شوفوا الاستفزاز يقولك ان كان هو ملك اسرائيل طبعا هما كلمة ملك اسرائيل دي مكتوب فوق الصليب يسوع النصري ملك اليهود فهم يعني زي بيسخروا كمان من اليفطة اللي محتوطة ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به يا سلام وانتم كان قدامكم فرص لا حسر له عشان تؤمنوا به دي طريقة الشيطان طب انت اعمل لي كذا وانا ها آمن عمرنا ما نسمع كلام الايمان مش لازم يكون فيه معجزة يا ما ناس حصل لها معجزات وشافت رؤى وشافت يا ناس كتيرة شافت العدرة في الزتون يعني مئات الالاف معظمهم مكانوش مسيحيين مئات الالاف على مدى ليالي كتيرة وايام طويلة لكن تفرجوا على حاجة وخلاص ما أمنوش بالمسيح المعجزة مش هي الأساس في الإيمان أساس الإيمان ان انا اقبل كلمة ربنا اقبل دعوة ربنا اقبل واسدق وعد ربنا وعلق حياتي عليه اقبل وصية ربنا وسكنها في قلبي وعيش بيها هو دا الإيمان الإيمان ان انا اتكل على ربنا بكل قلبي طوبة للذين آمنوا ولم يروا لكن عدو الخير يضحك على الناس كده طيب بص اعمل لي معجزة وانا ايه آمن ماشي بعد المعجزة تلاقي آمن وبعد شوية يبقى عامل زي زي البزرة اللي نزلت على أرض محجرة انتعشت شوية كده وبعد شوية ماتت جفت اوما الشمس تضربها تجف وتموت ملاش أصل ملاش أصل ملاش جدر ملاش عمق أرض تعبيرات السيد المسيح وهو بيفسر المثل ملاش عمق أرض الإيمان ما يتبنيش على شوية مظاهر حاجة شفناها والحاجة سمعناها والنهار طبعا الميديا تقدر تعمل كل حاجة دخل دي فعادي ويعمل صور ويعمل كذا عشان يأثر على الناس لا الإيمان ده شغل في القلب مع ربنا عشرة في القلب مع ربنا اتكال على ربنا إيمان بكلمته أعلق حياتي على كلمته مش لازم أشوف بعناية مش لازم أشوف بعناية العينين ممكن تخدع وممكن الإنسان يشوف وينسى وضيع الصورة من قدام عينيه لكن اللي جوه القلب ده ما بيضيعش ففين الإيمان فالإيه إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به يعني هما مستنين دي خداع دو الخير خداع وكأن المسيح هيقول يا هه هتؤمنه خلاص أنا هنزم على الصليب لا هيكمل يقدم نفسه زبيحة عن حياة العالم هيكمل للنهاية زي ما قلنا العبارة بتاعة القديس ويرس في الأنطاكي المرة اللي فاتت قدوس الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة قدوس الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة القوة بتاعة الاحتمال وبتاعة الصبر والثبات أنه يحتمل كل ده علشان أقوى بكتير من أنه هو ينزل من على الصليب ويعمل معجزات ويقدر يعمل كل حاجة لكن الصبر هو الأصعب وده الطريق اللي المسيح اختاره عايزين كان حد سأل السؤال ده وانا قلت له هيجي وهتكلم فيه ليه ربنا يسوع اختار الصليب يكون هو طريقته اللي هيواجه بها الموت واللي هيدخل بها للموت عشان يدوس الموت شو معنى الصليب ما كان يموت بأي طريقة تانية الصليب برضو عار ومهانة وفيه أوجاع وألام فضيعة طب ليه ليه اختار الصليب القديس أثاناسيوس الرسولي في واحدة من الرسائل الفصحية بتاعته رسائل الفصحية حد يسمع عنها رسائل الفصحية دي يعني اللي كان بيبعتها للشعب والكل حتة في العالم في المناسبة بتاعت أسبوع البصخة وعيد القيام الفصح اللي هو فصحنا هو المسيح الفصح اللي هو العبور ففصحنا هو المسيح قد زبح لأجلنا فرسائل الفصحية دي هي رسائل سنوية كان بيبعتها القديس أثاناسيوس مش ضخمة يعني مش كتاب ولا رسالة صفحة يعني كانت رسالة بتوبة كم صفحة كده وبعت هو بعت 45 46 هو قعد على كرسي ماري موروس حوالي 45 سنة فهو له 45 رسالة فصحية وكان يحط فيها تعليم كتير يعني تعليم عن الإيمان عن الإنجيل عن الفداء عن محبة ربنا دايما يشرح حاجة يعني رسائل الفصحية محفوظة قديس أثاناسيوس كلها موجود وفيه رسائل برضو فصحية للقديس كيرولوس الكبير لكن مش مش محفوظة كلها قديس كيرولوس قعد على كرسي مارمورس 32 سنة بس لكن قديس أثاناسيوس قعد 45 سنة ففي أحد رسائل الفصحية تعرض للنقطة دي وقال يعني بعض النقطة فأنا جمعت كده يعني سبع أسباب ليه السيد المسيح اختار الصليب يكون هو وسيلة الموت أول حاجة الخطايا محفوظة مع الأرضيين أو بالأحرى يصالح الأرضيين مع السمائيين فهو قدم نفسه زبيحة علشان يصالحنا مع الآب ويصالحنا يصالح الأرضين مع السمائيين وكمان يكتذبنا ودي قالها في يحنى 12 قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع فالصليب ده مرتفع كده فيكتذبنا ليه ويخلينا خاصته وياخدنا يفتح لنا السماء ويدخلنا معاه ثالث حاجة الصليب فيه وضع ما تلاقيهوش في أي في أي موتة أخرى وهو وضع الأحضان المفتوحة وضع الأحضان المفتوحة ما فيش موتة زي كده إنه يكون الوضع كده وكأنه بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم أو من يقبل إلي لا أخرج إيه خارجا دايما أحضان مفتوحة فالصليب مزدو إنه هو طريقة موت لكن فيها أحضان فيها أحضان مفتوحة نمر أربعة يبقى إحنا قلنا إنه الصليب زبيحة دموية بزفكة دم تاني حاجة قلنا إنه هو صالح الأرضين مع السمائيين واكتذبنا لفوق ثالث حاجة إن الصليب فيه أحضان مفتوحة مستمر أحضان مفتوحة على طول كده عشان يفضل الصليب قدامنا وربنا فاتح حضنه لينا وبيدعونا إن إحنا نرجع له في آية بالمناسبة في إشعي الربعة وربعين بتقول ارجع إلي لأني فديتك قد محوتك غيمة خطاياك ارجع إلي الله آية دي لما تتحط كده تحت الصليب ارجع إلي لأني فديتك قد محوتك غيمة خطاياك إشعي أربعة وربعين آية اتنين وعشرين سهلة اربعة وربعين اتنين وعشرين قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك سهلة وربعين آية اتنين وعشرين رابح حاجة ليه لسيد المسيح اختار الصليب علشان كان المصلوب المعلق على خشبة ملعون خطاياك خطاياك بالحكم 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 اللعنة اللعنة اللي علينا حكم الموت اللي علينا وآباد كل ده اتعلق على الصليب علشان ياخد اللعنة ويسترنا ببره يسترنا ببره الخطاياة بتؤدي إلى اللعنة موسى النبي في العهد القديم سفر التسنية بالتحديد يقول كده أنا جعلت أمامك البركة واللعنة الحياة والموت يعني البركة مربوطة بالحياة واللعنة مربوطة بالإيه بالموت اختار الحياة فتاحية لكن انت تقدر تختار اللعنة ولو مشيت في السكة الوحشة ومع الأشرار وعبادة الأليا الغريبة والنجاسات هتكون ملعونا في كذا وفي كذا وفي ملعون 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 وإذا مشيت في طريق ربنا يباركك الرب تكون مباركا في بيتك وفي الغنم بتوعك وفي أولادك وفي حقلك وفي بركة مباركا مباركا في دخولك مباركا في خروجك فالسيد المسيح ارتضى أنه ياخد الصليب علشان ياخد اللعنة بتاعتنا عليه ويخلصنا من اللعنة يخلصنا من اللعنة نمرت خمسة طبعا الصليب عار وعري فأخد العرية بتاعنا عشان يكسونا بثوب بره الإنسان لما غلط تعرق تعرق وربنا طبعا كساب بالجلد بشكل مؤقت كده لكن اللبس ده مش بيستر الخطيئة يفضل الإنسان شاعر بالخزي شاعر بالزم والجرم لو الإنسان وقع فيه يفضل حتى لو لبس الهدوم اللي في الدنيا كلها عليه برضو حيحس إن هو في خزي في خزي وفي عار السيد المسيح تعرى علشان يبقى ياخد الوضع بتاعنا ويدينا البر بتاعه يكسونا ببره أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح لما تعمدته ودخلته في المسيح بقى المسيح هو اللي مغطيكم هو اللي ساتر عليكم بثوب ببره فيبقى يحمل عرينا ويحمل عرنا نمرت ستة إنه الصليب زي ما أنا شرحت وإحنا بنتكلم على الطريق بتاع الصليب شرحتنا المرة اللي فاتت حيتصلب بيشيل الصليب فوق كتفه يمشي بيه قدام الناس علشان يقول رسالة أو يعني النظام بتاعهم كان في ذلك الوقت إنه يقول رسالة إيه الرسالة إن الشخص لازم يخضع للقانون هو كسر القانون لكن القانون فوق فوق هيتعاقب وفي الأخ لازم يخضع لازم يطيع القانون لازم يطيع القانون فالسيد المسيح قبل إنه يموت بالصلب علشان يكمل الطاعة والخضوع يكمل الطاعة والخضوع للقاب اللي إحنا حاجة اللي إحنا فشلنا فيها الإنسان فشل في إنه يكمل الطاعة لكن المسيح جسد وأطاع حتى الموت موت الصليب أطاع حتى الموت موت الصليب آخر حاجة ودي حاجة لطيفة خالص إن الصليب بيفضل زبيحة حية قائمة مش متقطعة ولا متكسرة ولا جسة هامدة كده لا يفضل زبيحة حية قائمة في وضع الحياة والقيامة في نفس الوقت الموت بيدخل للموت برضه فتفضل الزبيحة حية قائمة اتمامت فيه النبوة بتاعة عظم لا يكسر منه دي جات طبعا عن خروف الفسح خروج اتناشر وإذا كان خروف الفسح ده رمز للمسيح فالمسيح حاب يموت بطريقة ما تتكسرش منه عظم يعني حتى المسامير اللي دخلت دخلت في وسط العظم عظم لا يكسر منه ودي قديس يحن قالها في الانجيل بتاعه ان دي كانت نبوة عن المسيح في اوصاف خروف الفسح انه لا يكسر منه عظم اوصاف خروف الفسح فهو زبيحة حية قائمة الصليب يخلي المسيح باستمرار زبيحة حية قائمة ويمكن ده اللي شافه القديس يحن في سفر الرؤية شاف المسيح في شكل ايه خروف قائم كأنه مزبوح خروف قائم كأنه مزبوح هو الحمل الحقيقي القائم كانه مزبوح يعني في علامات الموت لكن في قوة الحياة الغالبة للموت في علامات الموت ومات بالفعل لكن في علامات في قوة الحياة الغالبة للموت زي ما بتقول لنا القسمة اللي جاية من اجزاء كده في الكنيسة السوريانية بيقول ايه بيقول مات الابن بالصليب وانفصلت نفسه عن جسده النفس الانساني عن الجسد الانساني يعني الناسوت مات يعني الناسوت مات لما انا اموت يبقى ايه بينفصل نفسي عن ايه عن جسده في الطبيعة الانسانية ده موت الناسوت لكن اللهوت ما بيموت واللهوت ما زال متحد بالنسوت طب النسوت بقى حتتين بقى حكتين اللهوت يفضل ايه متحد بالجسد اللي دخل القبر وبالنفس اللي راحت الهوية عشان تخلص الابرار اللي كانوا في الجحيم او الهوية الجحيم او الهوية كلمة واحدة حاجة واحدة فيقول كده انفصلت نفسه من جسده ولكن لهوت لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من ايه من جسده وساعة القيامة يقول اتت نفسه واتحتت بجسده وقام من الاموات واضح فيبقى المسيح زبيحة حية قائمة وليه اختار المسيح الصليب نمرة واحدة علشان زبيحة بسفك الدم والدم والحياة والتاني حاجة مصالحة الارضين مع السمائيين واكتذبنا للسماء تالت حاجة ان طريقة موت فيها احضان مفتوحة وبيحمل عننا اللعنة ويحمل عننا العري بتاعنا والعار بتاعنا عشان يكسونا بثوب بره ونمرت ستة عشان يكمل عننا الطاعة والخضوع للآب ونمرت سبعة لانه يبقى زبيحة حية قائمة حمل قائم كأنه مسبوح يفضل على كده وبعدين لو قرينا بقى من اول عدد خمسة واربعين نلاقي ايه الاول عدد اربعة واربعين كل اللي فات ده كان تجديف من رؤساء الكهنة ومن المجتازين فمشي معهم في نفس الخط يعني فيه ناس كده يعني ضعفاء يعني يمشوا ورزف دول بيقولوا كذا يقولوا زيهم يعودش يفكر مش يمكن اللي بيتقال ده غلط مش يمكن اللي بيتقال ده ما يرديش ربنا مش يمكن اللي بيتقال ده مش حق مش حق ده كذب نكرر كده فللصين اللي كانوا معاه مشوا في الموجة وبدوا يقولوا نفس الكلام ما هو لو أصلا بيقولوا عليه ابن الله ولا انه هو ملك اليهود والملك السري ما كان يخلص نفسه يخلص عشان كده في عدد 44 يقول وبذلك أيضا يعني نفس الكلام كان الصان اللذاني صلب معه يعير غنو يعني بس هي مجرد ملحوظة ربنا بيمشو حسب الحق مش بيمشو مع الموجة تقول لي أصلا الموجة عالية أنا مش هادر أقفو صدها على الأقل ما تمشيش معاه إذا كنت مش عايز مش قادر تقول كلام عكس الكلام ما تكمشيش معاه ما تكررش نفس الكلام إحنا مش بغبغانات نكرر كلام غير ما نفكر لا إحنا نقول كلمة الحق ونشهد للحق ما ينفعش نقعد نكرر ورا حاجة ما نكونش صح نفكر كويس ونقول له يا رب حط كلامك على أفوان لكن تلاقي في بعض الناس يقولك ده معك معك عليك عليك يعني الموجة ماشية ازاي مرة كان زمان في موقف معين كده وعليين واحد بيقول لي بولي ما أنا مش قادر بقى لازم نمشي مع الموجة اللي ماشي الفولت عالي خالص يا سلام وخيف يعني الفولت ضي كهرب يعني يقولك الفولت عالي عالي واطي إحنا نقول كلمة الحق ولو مش قادر أسكت لكن مش أكرر يعني رحوا للصين كمان يعني اللي هما يعني ناس محكم عليهم بيموت وهيموت بتزودوا على نفسكم الخطايا ويعيروه كمان ويقولوا عليه كلام وحش شفتوا منه ايه وحش شفتوا منه ايه وحش عشان ولا يعني مدام فيه ناس بتشتم وناس بتستهزأ تعملوا زيهم ليه ليه بعد كده بقى من عدد خمسة واربعين يقول ايه ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة يعني من اتناشر والدهر التلاتة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوتا عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبكتني أي إله إله لماذا تركتني أنا بيكلم باللغة العبرية أو الأرامية قريب من العربية فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إلي وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفندة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتي إلي ليخلصوا استهزاء كذا يعني فصرخ يسوع أيضا بصوتا عظيم وأسلم الروح قديس مت ذكر العبرة دي بس لما شبكتني إله إله لماذا تركتني لكن السيد المسيح لو حصرنا كل الكلمات اللي قالها على الصليب كانوا سبع مواقف أو سبع جمل أو سبع مواقف نبتدي دي أولهم إله إله لماذا تركتني هنرجع لها عشان نفهمها كويس وبعدين عندنا في بقية الأناجيل مرة قال أنا عطشان ومرة تانية لما اتكلم مع اللس دي جات في إنجيل لؤة اليوم تكون معي في الفردوس كل مرة لما اتكلم مع يحن والست العدرة يا امرأة هذا ابنك وقال يحن هذه أمك كل مرة الربعة اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وبعد كده لما قال قد أكمل قد أكمل وبعد كده يا أبتا في يديك أستودع روحي هذه السبعة هذه السبعة هنا قديس ماتة ما ذكرش غير لأن دي تهمه قوي تهمه ليه قديس ماتة ده بتاع النبوات بتاع العهد القديم بيكتب لليه يكتب إنجيل وليه يهود فأهم حاجة الإشارة إلى المزمور بتاع الصلب المزمور اللي مليان نبوهات عن الصلب وهنا نبتدي نفهم عبارة إلهي إلهي لماذا ترك تاني دي معناها هل السيد المسيح بيقولها كده ولا بيشاور بيها على المزمور عايز يقول لهم انظر المزمور 22 بيتحقق قدامكم فده أول معنى إنه بيشاور على المزمور تاني معنى لما بيقول إلهي إلهي لماذا ترك تاني بيتكلم بلسان حال البشرية حال البشرية اللي انفصلت عن ربنا والسيد المسيح اتحت بيها علشان يصالحها تاني مع ربنا وجاي صالحنا جاي صالحنا مع الله زي ما الآية الشهيرة في كورونسوس التانية لإصعاح الخامس آية 19 يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه شوفوا الوضوح شوفوا الوضوح برونسوس التانية خمسة تسعة عشر الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وده معنى إن إجابة السؤال إلهي إلهي لماذا تركتنيه لأنه في خطية لأنه ما فيه شاركة للنور مع الظلمة وليه آدم وحاوة تطردوا من الجنة وبعدوا عن الشاركة مع الله بسبب وجود الخطية في حياتهم بسبب دخول الموت والفساد لحياتهم فالترك ده ما كانش مفرح ربنا بس ده حقيقة واقعة إن الإنسان تقطع من الشارك مع ربنا والسيد المسيح جاي وبصليبه وبدمه وبحياته اللي بيقدمها يعمل المصلحة بين الله وبين الإنسان الله كان في المسيح مصالحاً العالم لإيه؟ لنفسه ثالث معنى ممكن يكون المعنى المباشر خالص اللي هو مش تركتني يعني انفصلت عني لكن يعني انت سيبني للعذاب انت سيبني للعذاب وده معناها إنه المسيح تألم آلاماً حقيقية مش كده وكده مش تمثيلية مش لهوته خلى ناسوته ما يحسش لأ كان حاسس ما فيش تدخل خالص من لهوته اللي على شخ خاطر يخليه يبقى أقوى من الألم وما يحسش بأي ألم لا 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 السيد المسيح أخذ طبيعة إنسانية كاملة بيحس بالألم النفسية والجسدية فاكرين لما كنا المسيح كان في جسيماني لك ابتدأ يا حزن ويكتئب والنفسي حزينة حتى الموت من الشر ومن الخيانة ومن الهياج بتاع بتاع رؤساء الكهنة وحزنة على النفوس دي اللي بتهلك فالسيد المسيح كان بيتألم ألاما حقيقي سواء في الألم نفسية أو جسدية أو ألاما حقيقي لم يقوله إلهي إلهي لماذا تركتني يعني عايز يقوله أنت سيما يكون واحد إيه أقوله أنت سيبني كده ها أنت مش سيبني أم هو جنبي لكن يعني أنا اللي بتألم أنا اللي بتألم فبيقوله كده إلهي إلهي لماذا تركتني ولكن يعني كل المعاني ممكن تمشي لكن أهم معنى فيهم هو المزمور أهم حاجة هو المزمور لأنه فيه نبوات كثيرة زي ما قرناها المرة اللي فاتت عن ثقب اليدين والرجلين وعن الملابس وعن حاجات كثيرة خالص نبوات واضحة جدا جدا عن المزمور عن السيد المسيح وكان لسه المسلسل بتاع الاستهزاء والتهكم شغال انظروا شوفوا إلي هيجي ويجي انقذوا ولا لأ طبعا هو مش بينادي على إلي ولا حاجة الموقف بتاع الرجل اللي يقولك ركض ركض يعني جري جري بسرعة خد سفنجة وحط عليها خل وحاول يسقيه زي ما اتفقنا القديس متى ما ذكرش ان المسيح قال انا عطشان هي دي جت مع الموقف بتاع انا عطشان لكن انا عطشان طبعا هو عطشان اللي خلصنا وفي نفس الوقت جسديا هو عطشان لانه هو نزف دمه كله وما كلش من اليوم اللي قابليه فكان عطشان لكن هو عطشان اللي خلصنا اولا واخيرا لما قلنا عطشان للساميرية واللهات الديني وشفنا هو مشربش حاك والطعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله هو ده اللي بيرويني وبيشبعني ان انا اتمم مشيئة ربنا في حياتي فكرة الخشبة او القصبة ويسئي المسيح دي ممكن تتفهم كمان بمعنى انه كانوا بيده زي ما شفنا في عدد اربعة وثلاثين يقولك اعطوه خلا كانوا بيجابين معهم خل ممزوجا بمرارة اليسر زي ما قلتلكم دي كانت زي حاجة مخدرة الواحد لما ياخدها يعني شوية احساسه بالقلم يقل زي كأنه بيتخدر فيستحمل شوية الاوجاع والقلم بتاعت المسامير بتاعت الصلب طبعا سيد المسيح كان كسمه كله نار مطرح الجلد يعني الجسمه كله كدمات بتنزف كل جسمه زي ما باين خالص في سورة الكفن من قدامه من وراء الحد تحت الحد سمنت الرجل وقصبت الرجل الجلدات كانت بتنزل لحد تحت لفه وتنزل تحت فشايفين العلامات جسمه كله كان نار يعني من الالام والوجع لكن الخل والمرارة دي يعني كنوع من التخدير لكن السيد المسيح زي ما شفنا يقولك لما ذاق لم يرد أن يشر يعني مجرد بس دا المر لكن مرضيش بأنه يتخدر لا يحس بالألام بتاعتنا وياخدها كاملة مات المسيح وأسلم الروح في الساعة التاسعة والظلمة فضلت على الأرض ظلمة خالص دي نضلمت الشمس غابت ثلاث ساعات من الساعة 12 للساعة 3 ودي حدثة عجيبة واضح أن الناس اترعبت منها ولكن في بعض التأمليات بقى تقول يعني تقول هي الشمس ما مقدرتش تنور وسيدها وخالقها متعلق عريانا على الصليب ظلمت الدنيا بحيث أن محدش محدش يبقى شايف حاجة وطبعا مع الظلمة بيحصل هرج ومرج وشوية لخبطة كده وخوف وممكن الناس تلحق تدخل بسرعة البلد وتنور أنوار أو حاجة زي كده برة هم مش عاملين حسابهم ومعهم مش أنوار فالتنيا تضلمت خلاص تخيلوا ان لو وقعنا في مكان وفي الليل والنور كله اختفى ما بقاش فيه أنوار فطبعا حاجة مش حاجة يعني مش سهلة لكن ديك طبعا كانت علامة بعد كده رجع تاني لإيه النور نور بعد الساعة التاسعة وبعد كده في عدد واحد وخمسين بيربط حاجة حاجات عدة أحداث مع موت المسيح على الصليب يقول وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والسخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته يعني مش على طول لا بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين هنا مجموعة علامات مهمة جدا أول حاجة يقول حجاب الهيكل انشق إلى أثنين من فوق إلى أسفل حجاب الهيكل ده كان عرضه كبير يعني بيبقى نوع من لامش خشب هو نوع من القماش بس السميك جدا جدا كان بيبقى معمول من الحجاب انشق كده ده معناه شرح حن القديس بولس رسول في العبرانيين قال إن احنا المسيح فتح لنا الطريق إلى الأقداس إلى قدس الأقداس يعني إلى الأقداس العليا ولما والحجاب دايما يشير لجسده اللي حجب اللهوت عننا يعني اللي كان محتاج فيه فلما مات على الصليب يعني جسده مات وانفصل نفسه عن جسده الحجاب الهيكل اللي هو كان الهيكل القديم يعني كمان انشق كأن ربنا فتح لنا الطريق إلى الأقداس وما بقاش فيه داعي بقى الكل الحجاب والهيكل اليهودي ده خلاص بطل بالكامل واتفتح لنا الطريق إلى الأقداس بعد ما كان في العهد القديم ما يدخلش الهيكل ده غير رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة يدخل بزبيحة يوم مشهور اسمه يوم الكفارة العظيم حالين يقولوا يوم كيبور طبعا ما عندهم ش لهيكل ولا حاجة دلوقتي لكن يعني ما زالوا كده أسماء الأعياد موجودة حتى وإن كان من غير تقصي يعني لا عندهم زبائح ولا عندهم مسبح ولا عندهم هيكل ولا كهنة بيعملوا حاجة لكن في العهد القديم طبعا ده الوضع ده كانت يعني زي حادثة كبيرة يعني إزاي إزاي الحاجة ده إن شاء وبعدين يقول طبعا ده معناه انتهاء الكهنوت اليهودي وانفتاح الأقداس أمامنا بدم المسيح انفتاح بداية عهد جديد كمان اللطيف يقول من فوق إلى أسفل شوفوا الوصف بتاع قديس متة يعني الحل جاي من فوق الانفتاح على ربنا جاي بمبادرة من ربنا مش مننا إحنا إحنا عجزين إن إحنا كنا نتصالح نرجع للآية اللي إحنا لسه حفظينها دلوقتي الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه فالمبادرة جاية من الله الإنسان ما كان يقدر يتواصل هو عاجز لكن المبادرة بتاعت التواصل جاية من الله الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه فحجاب الهيكل إنشق إلى اتنين من فوق إلى اتشق بالكامل إلى اتنين يعني مش حتة صغيرة كده اتفتح بالكامل بقى حتتين بقى حتتين والأرض تزلزلت والسخور تشققت حصل زلزلة عظيمة تسببت فيه تشقق السخور وقبور تفتحت وقاموا أجساد من كثير من القديسين الراقدين إيه ده حاجة عجيبة دي شفناش قبل كده السيد المسيح حررهم من الجحيم حرر الأبرار فيقدروا يظهروا وبقى عندهم حرية يستأذنوا ويظهروا وبعدين يقول انهم خرجوا من قبورهم بعد قيامته وظهروا لكثيرين قالوا لهم ايه اكيد حكوا معاهم وحكوا لهم اللي المسيح عملوا منزل إلى الجحيم من بعد الصل وحرر نفوس الأبرار وطلحهم للفردوس ودخل مع بردوليس اليمين زي ما احنا عارفين ومذكور في إنجل فخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة نختم بقى يعني هنا في قائد المئة عدد اربعة وخمسين وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع اللي كانوا مسؤولين عن العملية الصلب وبيحرسوا المشهد المشهد كله يعني قائد مئة يعني رجل كبير ومعه مجموعة كبيرة من العساكر ممكن يوصلوا المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان كل الأحداث دي زلزلة وسخور بتتشقق وظلام خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله يعني حتى قائد المئة الروماني الوثني قال لا ده مش حد عادي ثم أنا أشرفت على إعدام عشرات قبل كده عن طريق الصلب أشرفت على إعدام عمر ما بيحصل حاجة زي كده لا ده مش واحد طبيعي ده مش إنسان طبيعي لا ده حاجة أكبر من كده بكتير حقا كان هذا ابن الله ربعا التعبير هو نقله من اللي كان بيسمعه ومعدين بيستهزأوا بالمسيح يقولوا أنت كنت ابن الله أديك قلت على نفسك ابن الله فالراجل قال أيوة فعلا حقا كان كان هذا ابن الله وكانت هناك نساء كثيرات ينظرنا من بعيد وهنا كنا قد طبعناه من الجليل يخدمناه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبادي وضح كده النساء كثير أكتر من ثلاثة وبينهن دول التلاثة المعروفين طبعا كتل عدرة وقفة كمان فنرجع للحطة دي المرة الجاية إن شاء الله خلينا نقف هنا عند عدد خمسة وخمسين عشان وقتنا وبعدين نكمل المرة الجاية ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين قد عنده تعليق أو سؤال بالزبط بالزبط اللس يعني بعد ما بيستهزقه اللس يعني هو حتى الإنجيل ما ذكرش يمين يعني اليمين ولا الشمال بس غالبا هو اليمين حسب تقليد الكنيسة من منذ القديم معروف حتى اسمه ديماس وهو بدأ ما نحنش عارفين برضو يعني إيه اللي خلى قلبه تحرك يمكن عشان السيد المسيح طلب المغفر أما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون حسنا ده حاجة مختلف ده إنسان مش زينا وبدأ قلبه يتحرك وبدأ يعترف بضعفه يقول إحنا وحشين أنا استاهل اسكت يا فلان ما إحنا تحت نفس الحكم اسكت يا فلان إحنا نستاهل إحنا نستحق العقاب لكن ده ما يستحق ما يستحقش ده من صنف تاني وبدأ هما بيقولوا ده ملك وملك إسرائيل وقال له أذكرني يا ربي متى جئت في ملك ففي اعتراف في صدق مع النفس أولا مواجهة للنفس واعتراف بأنه يستاهل ويستحق العقوبة متقبل العقوبة وأيضا بيطلب التوبة وبيطلب ربنا وبيقول له أذكرني متى جئت إيمان به إيمان بألوهيته وإيمان بملكوته فالسيد المسيح طبعا يرحب بأي إنسان أي إنسان يرجع له ويرحب به ما يقولوش أنت تاريخك وأصلك وفصلك ولا ده أنت تاريخك تاريخ طويل وأنت أنا مش عارف يعني حقبلك إزاي ده هو جاي عشان الناس دي هو جاي عشان الكل هو جاي عشان أوحش حد وهي يجدد ويعمل منه حاجة نموذج جميل واللص ده شوفيه بقى نموذج للتوبة يهي تقاليد بعد كده بتقول إن قائد المئة والرجل اللي طعانوا بالحربة وأمنه أمنه بالمسيح بعد كده هي التلامس مع حب المسيح أنا زي ما كنا بنحكي ممكن الناس تشوف وتنسى آه فيه ناس بتشوف بعنيها بس مش بتشوف بقلبها هو التلامس مع حب المسيح هو ده وحب إيه حب ما ينفسوش في حد من أحب أبا أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابن أكثر مني فلا يستحقني أنا أحب الكل جوه حب المسيح أحب الكل يكونوا قديسين وبلا لوم وسبتين في المسيح لا القديسين بس هنا بيقول قام كثير من أجساد القديسين يعني الجحيم فيه ناس كانوا محبوسين أبرار وفيه ناس كانوا أشرار وعشان كده لما مثلا شوفين المسألة الغني والعازر فيه منطقة فيها إبراهيم وفيه منطقة فيها الغني وبيطلب وقالوا طب أنا عايز حد يجيلي قالوا لا فيهو عظيمة بنا مفيش فرصة أن حد يروح من هنا هيقوموا عشان الحساب عشان الحساب لكن حتى الأشرار هيكملوا بقى في في بعد عن الله في بعد عن الله لأنه ما رفضوا فاختروا الهلاك الأبدي يعني لما يقول انظوا إلى النار الأبدي المعدة لي إبليس وما لأيكته وما رحوا اختاروا حاجة مش بتاعتهم كانت أي إنسان بيختار يمشي وراء إبليس أو زي ما كنا بنحكي في البداية أنه يخلي الشيطان يتكلم على بقه يخلي الشيطان يستخدم إيده ويستخدم عينه يستخدم زهنه ده يعني إبليس بيامتلكه يقول قلاص مصيرك معي كان ربنا طبعا نفسه خلاص كل العالم قد دالوا نصلي بسم الآب والابن والروحة القدس الإله الواحد أمين يا ربنا الحبيب يسوع المسيح نشكرك لأنك أحببتنا محبة أبدية وأدمت لنا الرحمة شكرك يا رب على عنايتك شكرك يا رب على أحضانك المفتوحة شكرك على غفرانك على أنك يا رب نشكرك على أنك دايما ترثي لضعفنا وتعرف يا رب أننا نغلط كتير دون أن نفهم ولا نعلم ماذا نفعل روحك القدوس الساكن فينا يا رب ارشدنا واحمينا من كل شر ومن خداع العدو ودينا أننا نسير وراءك بكل قلوبنا روحك القدوس يهدينا إلى الاستقامة ويقود خطواتنا علمنا أن نصنع مشيئتك يا رب علمنا إزا نخدمك ونتبعك بكل قلوبنا باركنا بكل بركة روحية أبي شفاعة أمنا ست العدرة وبركة كل قدسيك استجبنا عندما نصلي بالشكر أبانا لزيف السماوات يتقدس اسمه يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وزنا الذي للغد أعطنا اليوم تغفر لنا زنوبنا فما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم امدوا بسلام سلام الرب أكون معكم شكرا لكم شكرا